السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة أوبو أعلنت عنه وأنا قبل ما أقولك اسم الموبايل أحب أقولك أنه بيقدم وصفات ممتازة جدا وصفات فئة سعرية بجد هتعجبك الموبايل فعلا جبار وأنا بيتكلم عن موبايل أوبو رينه 11F فعزك تركز معي عشان تعرف كل التفاصيل عنه أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 161 ملي وبعرض 74 ملي وبصمك 7.5 ملي والوزن عمل حوالي 177 جرام والظهر بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبدعم تركيب شرحة نتو صال مع دعم شباكات 5G وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي أحادي واستغنى عن مدخل 3.5 والبصمة بتاعته تيجي تحت الشاشة وبيجي مع ممارية IP65 أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحاسب توصل لـ 90% وبدقة 1080 في 2412 بيكسل وبأبعاد 20-9 ومع كسافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل 1100 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هيرتز وبيدعم كمان المليار لون وتقنية الـ HD Arten Plus وبيجي على طبط حماية من نوع باندا جلاس وطبعا مواصفات الشاشة بتوضح إن شاشة متكملة مش ناقصها أي حاجة شاشة ممتازة بهم مواصفات ممتازة أما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بييجي بنسخة واحدة واللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع يوف اس 3.1 وبيدعم تركيب موم ريكارد أما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي من صم تشغيل أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14 مع معالج ميتاتج ديمينسيتي 7050 بمعمارية 6 نانو والتردد بتاعه بيوصل لـ 2.6 جيجا هيرتز مع معالج رسومي مالي جي 68 وبنسبة ليعني أداة المعالج دوت فده معالج ممتاز جدا في الفئة المتوسطة وأنا أحب أقولك أن سعر الموبايل في بداية الفئة المتوسطة يعني سعره ممتاز ولكن المعالج دوت في السعر ده جبار قوي أول حاجة يغفر لك في البطارية بسبب ممارية التصنيع واللي هي 6 نانو يعني مش هسخن منك بسهولة وفي نفس الوقت حافظ لك على البطارية وتانية حاجة قوة الأنوية 2.6 جيجا هيرتز ده رقم ممتاز جدا هديك أداء محترم وبالذات مع كارت الشاشة القوي المالي جي 68 فده هديك تجربة ألعاب ممتازة أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل دوت بيجي بتلات كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.7 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألترويت بتصور بزاوية 112 درجة والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا ماكرو وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 480 فريم أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وبتدعم تقنية البانراما وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة لعنى أداء الكاميرات فواضح من الأرقام أن تديك أداء كويس ومعقول ولكن ما اعتقدش هيكون الأفضل في الفئة السعرية أما بقى بالنسبة لبقى التقنيات فالموبايل ده بقى في واي فاي من الزار السادس وبولوتوس من الزار 5.2 ومعه كمان جيب إسو تقنية NFC والإي آر لكن مفهوش راديو أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير ومع سرعة شحن 7 و 6 وط مع شاحن النوع طيب سيتو بدعم كمان خاصية الأوتو جي وأنا عزق لك البطارية حجمها ممتاز مع سرعة شحن جبارة هتشحن معك البطارية من 0% في حوالي 40 دقيقة أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل ده بيجيب 3 ألوان الأخضر والأزرق والبنفسجي وأخيرا سعر الموبايل الموبايل ده اتعالى عنه بسعر 270 دولار يعني حوالي في مصر عمل حوالي 8400 جنيه مصري وده بتسعر رسمي مجر جمارك أو درايب أو أي إضافات تانية أما بقى في دولة السعودية يكون عامل حوالي 1012 ريال سعودي وفي دولة الجزائر هيكون عامل حوالي 36 ألف دينار جزائري وفي دولة العراق هيكون عامل حوالي 353 ألف دينار عراقي ولكن يعني أتوقع نسعره في مصر هيكون مبين 15 ألف و 17 ألف جنيه بعد جمارك والدرايب وأي إضافات تانية مقطة ضاف وطبعا في النهاية رأيك تحت فتحلات مهم سواء كان إيجابي أو سالبي مع أني شايف الموبايل ممتاز جدا وصد سعره وطبعا إنترايك مهم زي ما قلنا فمنساش برضو تعمل لايك تسكراب وشير والسلام عليكم